التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة وخلال لقائه مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية الذين أنهوا دراستهم أوضح الرئيس السيسي أن تماسك ووحدة الشعب هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجية للدولة والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية تحتل أولوية عاجلة بفعالية الحوار خلال الفترة المقبلة وأشر إلى أنه قرر عقد جلسة عاجلة السبت المقبل بشأن القضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وأكد المجلس الاستمرار في تلقي الاقتراحات بشأن قضية الدعم حتى العاشر من أكتوبر موضحا أنه سيتم عقد جلسات الصياغة النهائية للتوصيات الصادرة لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية محدودة جنوب لبنان تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية وأكد جيش الاحتلال بدأ مداهمات تستهدف مواقع لحزب الله في منطقة الحدود بجنوب لبنان مشيرا إلى أنه سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بدربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة هذا وشن جيش الاحتلال غارات مكثفة أصفرت عن انفجارات ضخمة في الضحية الجنوبية لبيروت وأعلنت إسرائيل مناطق محيطة بثلاثة تجمعات سكنية بالشمال مناطق عسكرية مغلقة بالتزامن مع إعلان حزب الله في بيان أنه تم استهداف قوات إسرائيلية في المطلة شمال إسرائيل بنيران المدفعية يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظره الإسرائيلي يو آف جالنت في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأضف أوستن على حسابه على مواقع التواصل أن واشنطن تؤيد تفكيك البنية التحتية الهجومية التابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية كما أكد أوستن مجددا أن هناك حاجة لحل دبلوماسي لضمان قدرة المدنيين على العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود وحزر أوستن من العواقب الوحيمة التي ستتحملها إيران في حال قررت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل وحول تطورات الأوضاع في قطع غزة ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين في قطع غزة وصل منها للمستشفيات عشرون شهيدا ومئة وثمانية مصابين هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى واحد واربعين ألفا وستمائة وخمسة عشر شهيدا وإضافة إلى ستة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي قال مصدر عسكري سوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة عددا من النقاط في مدينة دمشق وأفاد المصدر العسكري بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة أفادت هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا وأضافت الهيئة على موقعها رسمي أن السفينة أبلغت عن رصد أربعة وقاعب القربي منها وأن جميع أفراد الطاقم آمنون وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي انتهى موجز التسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخيرية مصر بعد الفاصل